موسيقى سي عزتين بالكبير اليوم عشنا معكم بعدما عشنا معكم أسباع الماضية لبراتيك أرجية الميدان داخل العشب الآن عشنا معكم أجواء المتحانات الشفاوية بسبب المدربين الشباب تتمنى لهم التوفيق ويرفعوا المشاعة لكرة القدم الوطنية تحتوي بسبب الاختبارات الشفاوية كيف كانت الأجواء كيف كانوا الممتحنين كما شاهدتو خلال اليوم في الصباح والبارحة كانت امتحانة في الميدان التي تهم الجانب التقني والتاكتيكي اليوم في هذه العشيات كانت امتحانة الشفاوية التي تتهم الجانب البدني والتي اختبرنا فيه على جميع النقاط التي تطرقنا لها سواء الفيتاس والايروبيس والفورس والكوردينيات المهمة لأسئلة بلاد الفئة العمرية في الحقيقة كنا مرتاحين بعد أن اللاعبين التي تلعبوا في مستوى العالي ومرهم تجربة في القسم الأول متدربين بأنهم يمكنهم الجانب البدني الجانب النظري المهم المهم للمسبة المدرب رغم أنه يكون موعدين بدنيين ولكن المدرب يمكن من هذا الجانب النظري الإعداد البدني التي تهم الشق الكرة القادم ونحن الأسئلة التي يأخذ بناها في طريق الميدان وماذا الوسائل لكي نطور اللاعبين بدون كورة أو بالكورة ولكن هناك مجموعة مجموعة التي تكون لديها مستقبل كبير مجموعة لديها عدة لائبين الذين يخسرون مواكبة البشير صبح ومدربين لديها مشروع عدة متدربين الذين يكونوا مستقبلاً إن شاء الله مدربين الذين يتمنى ويساهموا في طهور كرة القادم داخل الجهة وخاصة المدينة مرقش ويساهموا لكي الفرق المرقش يطورها وتحت المراكز العليا وتصعد أقسام الصفوة إن شاء الله مستقبلة أول حاجة سيصبر أن أشكركم على المواكبة لكم لهذا الوستاج من الدبوت الحمدلله ووصل للفاة غريب نصح واحد المعلومة بأنه تيرانا والمهم بالنسبة لنا والكتير انسيسيون الكادر تبقى الشفاوي أدوك الوزنة في الكور الحمدلله ما نقول لك هو كما شفتين أن هذه السيسيون في مستوى عالي وليسيون النبو ونحن أحم نظيف ونحن نظيف ونحن نظيف المنظيف ونحن نظيف بأثر تماما ونحن نظيف أخير للغاية ونحن نظيف الأمور ونرى ونحن نظيف معنا ونحن نظيف أولئك جدًا. أنه يُولئًا ، لأنه يُولئًا الإنسان يدخل يتحرك المحاق والإيجابًا من المحاق وقال بحاجة للحال والإيجاب ليس بأمور ويجب أن يتحرك المحاق ويجب أن يتحرك المحاق وكما شاهدت معنا نتزد من مجموعة والحضور بالأطور التي كانت صغيرة على هذه الطورة التكوينية وكذلك بمستوى اللاعبين الذين شاركوا في هذه الطورة التكوينية كانت الحمد لله أمور شوية سهلة ولكن كان حاولنا نتبق هذا الشيء على مستوى والحمد لله كانت الأمور ناجحة وكانت من التوفيق للتراري كاملين والأمور داست مزيانة الحمد لله أولا شكرا لك سيصابر على التغطية هذه كما تشوف اليوم ممكن تكون آخر مرحلة في هذا الوسطاج الحمد لله كان واحد الوسطاج الذي في المستوى الكبير الحمد لله من ناحية التقنية أو من ناحية اللاعبين الذين شاركوا في الديبلوم الحمد لله الأجواء كانت مزيانة بزاف حاولنا ما أمكن نستفدو من الأطور المعروفة على السعيد الوطني والسعيد الإفريقي التي تقدموا واحد المستوى يشهد له بالكفاءة على رأسهم بسي عبدالرزاق العمراني الحمد لله نحن جد مرتاحين ونخدمه بجد يب إن شاء الله باش نحصلوا على هذا الديبلوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مشكور الأخصابر على المواكبة ديالكم في هذه الطورة التكوينية من البداية ديالها التنهاية ديالها مشكور أول حاجة بنا نشكروه بدا الإخوان عامة للإخوان المؤطرين والأساتيدة ديالنا لا سي عبدالرزاق العمراني ولا سي حمد باللغرويوس ولا سي بالحتاد سي الحاج جرمح وسمحونا الإخوان اللي ما ذكرناش اسمية ديالهم بالنسبة للأجواء عامة تنسفى الأجواء اللي رائعة جدا بحكم طروف الإخوان وفروننا الملعب الكابير لأنه يعني ممكنش حاجة أكثر من هذا الشيء هذا في جميع المسائل كانوا مزيانين بالنسبة للإجتياز الطورة سيرتو اليوم ديال كان لدينا الأغال كان شوية ديالسترس ضروري ضروري تكون هذا الدغط واحد شوية لأنه تتدخلات كتازتيم دياله كتبغي تعرف تتكون لديك واحد ديميوني تتراجع فيها لنك ضروري هذا الاسترس ولكن هي كتتغلس كتام للناس المؤطرين وكي حيد منك هذا الدغط نقول لنا في القرارة يدك القيسة اللي ولا يتدخل الماتصافي كترتاح العموم كل شي كان مزيان كل شي داز مزيان والحمد لله وتنتمينا تتوفق لإخوان كامل المشاركين في هذه الجديازة الطورة السيكاف بالنسبة لأخي أخي طابير الشي شوية كين واحد شوية تلو تحاك ولا بتتكون عادل تحاك ولكن بالنسبة لي نحنا خدينا واحد جريبة بالنسبة لشهر شهر وحنا تنتعلموا هذا الأطور تبارك الله على ما تعلمنا منهم هي حويج والي شهر نشكرهم بعد المنسبة لك هذا العربي وفي شهر الحمد لله تل مجموع بدعونا وقدمنا خوت وقدمنا خوت الكثير من أجل تبارك الله عليهم لك كل شي فهم كل شي عرف كانوا أخطاء صغار لما كانوا أخطاء صغار وكانوا تجربة جيدة وكانوا عارفين والمستوى كان مزيان وبالنسبة للشفاوية عادي يعني ذلك ما عارفينه يروى باش تجاوبوا ذلك كان واحد شو جيلت أخير يعني واحد شي تواني ولكن تتعرف من بعد تترك الموقف والحمد لله الحمد لله على السجفة وكل داس في أحسن الطرف كان في المستوى كان مستوى كبير استفدنا بزاف ديال الحواج ما كناش كان عارفوهم ولينا كان نحاولو كي نقولو تنطمو الحصة ديالنا والحمد لله فهو استج كان قدلك في واحد المستوى مزيان بالنسبة للي كون ديالي مشاركين وبالنسبة للمؤطرين برئاسة السعف درزاق العمراني اللي مشكور بزاف لهو ولا الأستاذ عزتين ولا قاع الإخوان الحمد لله هذا كش داس في مستوى زوين نتمنى من الله هذا الشي اللي يخذينا إن شاء الله يكون ديما إن شاء الله نحاولو نتبقوه بالنسبة للعامل ديالنا فغادي ينفعنا وإن شاء الله فهو هير بداية إن شاء الله باش هكو نقدر إن شاء الله نعطيه مازال والله يستر الأمور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة